يعني هذه أفضل بداية لنا الحمد لله يعني في تسقلات كأس العالم من 78 واللي ساعدين فيه أكثر أنه مو بس إنها البداية الأفضل لا تغير الحال بالنسبة للمنتخب السعودي تغير الحال بالنسبة للمزاج حتى الشارع الرياضي السعودي والجمهور السعودي يعني إحنا مو أربع انتصارات بس وتحقيق 12 نقطة لا في كل مباراة إحنا المتوفقين إحنا المسيطرين إحنا نثبت أنه فعلا كعبنا أعلى من المنتخبات اللي ينقابلها هذا اللي يسعدك فعلا ما كانت انتصارات وإحنا قاعدين نشوف عادة يعني فيه تحصل في كرة القدم أنه ممكن منتخب أضعف يكسب المنتخب الأقوى النتائج دائما بعض المرات ما تعكز لك أيضا مجرية المباريات لا إحنا نحقق العلامة الكاملة وبمستوى كامل أيضا وتفوق على المنافسين في كل المباريات الأربع هذا اللي يسعدني أكثر هذا اللي يعتنثقها بشكل كبير وين كنا وين أصبحنا حقيقة يعني شوف إحنا نلعب مع اليابان المبارات الماضية قبل المباريات إحنا نخشى من التفائل اللي إحنا عليه من كثير ما إحنا متفاعلين وأثناء المبارات إنت شايف لعبة المنتخب وكيف يديرون المبارات زي ما يبون اليوم مبارات الصين أنا متأكد أن الجمهور السعوديو أنا واحد منهم مبارات استرالي المقويل إحنا متفاعلين ولا نخشى كلنا ثقة صحيح المنتخب السرالي حتى رغم الهزيمة اليوم أما المنتخب الياباني لا زال هو المنتخب يمكن الأقوى من المنتخبات القوية في القارة لكن أحنا أصبحت عندنا ثقة كبيرة جدا في لاعبين المنتخب هذه كانت مفقودة عندنا هيبة المنتخب السعودي اللي راحت سنين عادت هذا سر السعادة حقيقي ليس عادة فقط بانتصارات وقتية لا ويدين على قلوبنا يعني من المستويات حتى الأهداف أو اللي صارت اليوم في مبارات المنتخب السعودي كانت كلها بأسباب نحن غفوات من لاعبينا ليس قلة إمكانيات يعني تجي تلقى اللاعب عندنا إمكانياته عالي لا حد شكك فيها لكن ممكن يعني يغفو قليلا عرفتها يفقد تركيزه قليلا يتسجل فينا قول هذه مشاكل سهل إصلاحها لكن الاشكالية الكبيرة هي في قلة الإمكانيات وعدم توفر الإمكانيات إحنا عندنا اللاعبين يقارعون كل منتخبات القارة هل اللاعبين حقيقي اللي قاعدين يلعبون في أوروبа وأغلب المحترفين في كوريا الجنوبية في اليابان في السرع كلهم قاعدين يلعبون في أوروبа إحنا متأكيدين تماما من لعبتنا الموجودين حاليا وما نقولها ترى انتصار إحنا نقولها أربع مباريات نقولها وإحنا يعني كعابنا عالي بمو في مبارات واحدة في كل مباراة قاعد يثبت المدخم السعودي هالشي أنه إحنا لاعبين أيضا يستحقوا الاحتراف في أوروبا ولا يقلون عن هاللاعبين أبدا يعني أي مستوى متأكد تماما أنه الجمهور السعودي و لاعبة الأخضر قبلهم طبعا يخضون أي مباراة أمام أي فريق في القارة وهم لا يخشونه أبدا إحنا الآن لا نخشى إلا أنفسنا ما نخشى إلا أننا ما نقدم مستوانا الكامل المنتخب السعودي وأنا أقولها ومتأكد منها يعني إمبارات استراليجية أنا متفاعل فيها لكن أن المنتخب السعودي و لاعبة المنتخب السعودي يلعبون بكامل عطاءهم 100% لو يلعبون 90% رح تخسر لكن أنا واثق أنه عطاءهم اللي معتاد عطاءهم اللي بيهم بالمية اللي على قد إمكانياتهم يخليهم يكسبون أي منتخب في القارة هذا المهم عندي وهذا حقيقة سر السعادة